بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية نترحم على كل الشهداء وعاقل الشفاء لجرحة وعودة حميدة للمبهودين والنصر للغواتنا المسلحة جيناكم بفيديو جديد مع الشرطي محمد مصطفى كامل التفاصيل حول موقف العمليات صباحي هذا اليوم في الدندر والسنجا والسوكي وفي الجزيرة والفاشر والنين الأبيض والمهندسين وجبل مويا وبابا نوسا ومنطقة الزرق لا تنسوا تعملوا لايك والشير على ليصلكم كل جديد ومنطقة الزرق متحرك عبد الرحمة قاله اتدقى وحتى العربة الهوفية انضربت لكن بامانة ورجعنا حتى لمصادرنا تفاصيل ومنطقة الزرق هذا الزرق يتصاب لا يوجد أي معلومة مؤكدة لا يوجد لا يوجد أي معلومة مؤكدة الموضوع يتحدث الرحمة قال له هذا لا يوجد أي معلومة تقول له يقول له لا يوجد أي معلومة لأنه لا يوجد أي معلومة موجد أي معلومة وما يتحدث انه يأتي لأنه نهائي لا يتصدق هذه المعلومة هناك من الإستيق ذاته لأنه ليس معلومة ساكت فالزرق يتحدث ويستعرض ويصور ويقوم فهم الكلام اللي قلت لك قبل اليوم نظام انه دار رفع الروح المعلوية ويجسر لك في فيديو الموكب بتاعه الدقة لكن هو الله أعلم إن جراح حصلت له شيء لحد الان ما في معلومة مؤكد يا أخوانه عشان ما تمشوا خلف الشائعات وبكرة بعد بكرة تحبطوا تجوا يقول لنا يا أخما قالوا لا 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 دي المعلومة أنا أريدك لها على عبد الرحيم دا قالوا غير مؤكد غير مؤكد لو تم التأكد من الموضوع دا أنا بقوله لك هنا قبل اليوم عمل عملية بتاع البواسر جيد طوال وقلت لك يا أخوان الله العظيم الزلدق كويس عمل عملية بتاع البواسر عمل عملية بتاع البواسر دي آخر حيا بنعرف عنه وآخر حيا بنعرف إنه الموكب بتاعه الدقة لكن هو إتصاب سليم طلع ما معروف لحد هنا تمسك في إنه الموكب بتاعه الدقة طيب بالنسبة للموقف العملياتي عموما عموما موقف العملياتي عموما كل المحاور موقفنا مشرف ومطمن إخواننا انتشار الجنجويد هل أنت شايفو ده وتوسعهم ونابهم للقرى وهنا ده ما بدل على أنه نازل مسيطرين ما بدل على أنه نازل مسيطرين حقيقة في انتصارات قدمة أو حقق الجيش انت ما بتشوفه قلنا في انتصارات انت قد تكون ما ظهر لك ما بتشوفه هل جنجويد ده كقوة أساسية أنا بقول لك الكلام ده ملانا منو تكرارا بكرروا لك وبعيدوا لك في كل فتحة كاميرا هل جنجويد ده كقوة أساسية نازل يتحذبون كقوة أساسية قواتهم الأساسية تبلد الجيش الآن يقاتل في الفزع ده مؤامرة دولية أكثر من طاشر دولة بتدعم في الماليشيا صفقات عديل بعقدوها سماسر عديل بمشي دول عارفينهم كويس بمشي مناطق معلومة بالنسبة لينا بمشوا بيتفقوا مع الناس وبرحلوهم بجيبوهم وقعدين الآن يقاتلوا في الماليشيا قعدين يقاتلوا الآن وين في الجيش أو قعدين يقاتلوا الآن وين أقصد في صفوف الماليشيا ضد الجيش نوير كويس أسيوبين جزو من العترين نجيرين مالين قانين سوريين بسم الله العظيم حتى جزو من السوريين فيه موجودين إماراتين فيه موجودين ليبيين موجودين قعدين حتى الخبرات المسيرات وهنا بسم الله عظيم أغلبهم يقولوا كلهم يقاتلوا في الجيش السوداني كلهم يقاتلوا في الجيش السوداني أنت شايف أن الجيش ده ما يشق كلهم يقاتلوا في فوقه الآن يعني الجيش ده الآن يقاتل في كم دولة متمسك بالتكتيك الدفاعدة لفهم والتكتيك ده صالح في بعض المواقع لكن أحيانا فيه تراغي نعم من قيادة السيطرة وفيه تردد في اتخاذات الغرارات وحتى الغيادة على الفرق ذاتهم يعني الصح المفروض يعملوه بقول لك لا أنا منتظرنا السيطرة ولهنا فيه مناطق حسا زي الموضوع بتاع السنار ده هذا الخطأ والشيء الحاصل ده كله سببه والربيع والناس المعادل عقلياتهم مديرين بالمعاركة ده أنا ما عارف أنها زيال ده أي عقلية ولا التعليمات من فوق ما كتفهم الله أعلم طيب بينما يوقع في العمليات ده في جبال موية فيه تحرك لكن تحرك محدود كن صادق معك كن صادق معك أنا بديك الزبدة بس فيه تحرك لكن تحرك محدود مدفعية شغل بتاع مسيارات عمل نوعي بسيط تقدم وتراجع تقدم وتراجع ما زالت المليشة لحد الآن موجودة في جبل موية أيوة نعم ما زالت المليشة لحد الآن موجودة في جبل موية سينجا سينجا في تقدم نحو سينجا نعم لكن بسيط تقدم لكن بسيط شغل بحذر الدندر المليشة لحد الآن قاعدة نعم المليشة لحد الآن قاعدة في الدندر لحد الآن المليشة قاعدة في الدندر والجيش والمشتركة وهيئة العمليات وكل القوات الآن البطقات التي تحت رايت الجيشي موجودة خارج الدندر موجودة خارج الدندر معتمدين على القصف الجوي معتمدين على المدفعية الاستراتية الشغال انباء التدوين ما في تانا هي حاجة خلاثه لانا كنا نكون واضح معاكم خطة دل مليشة الناس الفقون من السجون في سينجا كلما الآن انخرطوا بقاتله أو شبهينا تلاقينا انخرطوا الآن يقاتلوا تحت الصف أو يقاتلوا في صفوف المليشية يقاتلوا في صفوف المليشية طيب الجزيرة في نوم تقييل محاور الجزيرة في نوم تقييل عمل لوعي لديك مثل مناء قلدين صاحين محور القربي صاحين وشقالين ويعتبدوا على العمليات الاسم وشنوء النوعية وشقالين يعني هذا أكثر محور ممكن نقول عليه شقال أما بغية المحاول ضرب جوي متقطع أحيانا أهداف وشغل باستمرار شغل متقطع حتى شغل الجوي متقطع هذا ما نسبة لموضوع الجزيرة باعري الشغل فيها كالعادة ناس بحري طبعا شقالين بما يرونه مناسب يعني شقالين ناس بحري ما محتاجين تعليمات ما محتاجين حتى الجنجة ذاتهم جرواطي من المحور لا لاحظت جرواطي ما فيه تسليح فل دفاعات متقدمة فل ناس بحريات شغل شغل راتنا في الجماعة رسم ما فيه تقدم أرضي للجنجة نهاية معنوية العساقر فوق معنوية العساقر فوق خلاف ذلك أحيانا فيه شغل مسيارات في شرق النيل شرق النيل أنسب وقت لا اقتحامه الآن ما فيه ما فيه العظيم المعلومات التي وصلتنا عن شرق النيل المؤكدة أن جنجة يدلسة أحبوا كمية كمية من ارتكازاتهم قاعدوا منهم قاعدوا المدعاوين 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 الملخيين المدعاوين يرمو المدعاوين يرمو المدعاوين يرمو طيب عندك جنوب الخرطوم جنوب الخرطوم قصر مدفعي بالإضافة ل طمشيت على خفيف كده قاموا بها أبطال العمل الخاص شاب الجنجوي دوروا فيديو قديم للمدرعات ها ويا جنجا ويا جنجويتي أليس دينك أي مانك تسل المدرعات كان كحلوك بيشطة أنا بتقترب منه لو كحلوك بيشطة يا جنجويتي المدرعات بتقترب منه تقدر تلك المدرعات يقدت وقتكم أن كنت جنجا صح صح ووقتكم أن كنت بالتمم بالآلاف بالآلاف وزخائركم ها بجرارات وجايبين مرتزغة أشكال وألوان المدرعات ما قدرتوا علىها بعدما الارتكازات المتقدمة مساكن اتأمل التعشفة القناصين هناك راقدين زي الرز تعشفنوا على السلاح ها تعشفنوا على السلاح والجيش لمن كان ما جاهز لمن كان ما جاهز بلاكم فيها جغمكم بالآلاف المؤلفة لمن بقتلكم كابو سيزروا المدرعات بصيج كمية منهم متعاونين بموضوع المدرعات الآن تجد تقول لنا نحن في المدرعات والغايد عبدالله أبو كرنك ومنو علي بدينا ناس ظهرين في الفيديو هذا كمية منهم من جغم شاهدوا درعات يختلف طيب بالخرطوم لا يوجد شيء تدوين مدفع عمليات تمشيط خفيفة كل ما يشاعل أن الجيش استلم استلم عبارة عن شائعات طيب نجي لي أمدرمان قلبي أمدرمان ما شاء الله تبارك الله شاقال لكننا نطمع في المزيد نطمع في المزيد والله ساعدته اسم الزافر والناس المعاك أمدرمان لا يحتاج أمدرمان إن أمدرمان يستمر مبدا ويرفع سوق ليبيا والجيش يتجه جنوبه ويمشي لحد صالحة أنا لا أعرف أنتم أسكن الجيش في ماذا زخاير سلاح وعساكر لم يمال ويجدون إذن خروج يقول لك العسكر يمشي غير جو وما هو يغير جو لكي أنت حابسه يغير الجو لكي أنت حابسه جيش لا يقعد في مدرمان ويقول لكي أنت حابسه لكي أنت حابسه فضيحة أخصم بالله العظيم لكي أنت نتقل بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشباب السبعة الخير عليكم وينما كنتم كيفكم بخير الله يكونوا اشتراك في قناة 24 ونصر لي القوات المسلحة في كل مكان هناك خبر بطاق عبد الرحيم غالو إنجا قمت ودي كل معلومات كل مداولة في ميديا صحيح القبر ما في أي تعاكيد إنه مئة في مئة إنجاقموا كده دي معلومات يعني كل مداولة في ميديا صحيح زولدة يعني اختفى عمل فترة لأنه عمل فترة وحتى زمن اللواء اللي ياكوب إنجاقم في فاشر كتاب ساكل شنو ما طلع لأنه زولدة اختفى وإنده فترة وبردو حرك أبد الرحيم إنجاقمت في جهة فاشر كده دي كانت معلومات مداولة قبل فترة لكن من زمن ديك الزولدة ما زهر ما زهر ولكن نتمنى إن شاء الله إنجاقم نتمنى الزولدة ما إنجاقم دي ما كون كويس لانه نسل لي القوات المسلحة في كل مكان دي كل المعلومات مداولة في الميديا بالتأكيد كده ما وجدنا أي شنو خبر إما في جبل موية ما زالة جنجويد موجودة في داقل جبل موية صحيح الجيش تباً فيها تقدم وفيها شنو تراجو فيها تقدم وفيها شنو تراجو ما زالة شنو جنجويد موجودة في داقل جبل موية ما في أي نتائج تباً ظاهرة لأنه فيها تقدم بطاق قوات المسلح وفيها شنو فيها تراجو في داقل جبل موية حتى الآن فيها جنجويد دد نصيحة لأنه في السنجة برضو ما زالة لأنه جيش فيها شنو شغالي المسيارات وكده يعني المسيارات ما زالة شنو فيها تقدم وفيها شنو حبود شوية كده لأنه أصلاً كده لكن في داقل السنجة ما زالة شنو الجنجويد في دندر صحيح برضو قوات المشتركة وقوات المسلحة خارج الدندر لأنه في داقل الدندر ما زالة جنجويد وصحيح في القرى برضو منتشر بكمية حائلة جنجويد تبعاً في داخل في أطراف دندر لأن كلها شنو جنجويد لكن في القوات المسلحة موجودة في الدندر لكن الآن خارج الدندر دا صحيح أنتشار جنجويد تبعاً لا يعني شنو انتصار لا لا حتى الآن القوات المسلحة مسيطرة ومازال الإنتشار دا ولا يعني شنو شي ونسر لي القوات المسلحة في كل مكان تهياتنا جباب شكرا لكم وليك دام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته